سرطان المهبل مقدمة هل لا أشرت للمهبل؟ اختر الجواب الأول أو الثاني إجابة صحيحة كل الأورام هي سرطانية اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة الأورام الخبيثة فقط هي السرطانية وبإمكان تلك الأورام أن تغزو الأنسجة الأخرى أما الأورام الحميدة فليس السرطانية ما اسم الورم الذي يغزو الأعضاء أو أجزاء الجسم الأخرى؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولاً السرطان ثانياً الورم الخبيث ثالثاً السرطان النقيل رابعاً كل ما سبق إجابة صحيحة يكون ممكن دوماً تحديد سبب السرطان عند فرد ما اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة لا يمكن تحديد سبب السرطان عند فرد ما وجود عامل خطورة للإصابة بالسرطان المهبلي يعني أن المريض ستصاب بالسرطان المهبلي اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة يرفع وجود عامل خطورة للإصابة بسرطان ما فرص الإصابة به ولكن هذا لا يعني أن الشخص سيصاب بالسرطان الطريقة الأكيدة الوحيدة لتشخيص السرطان المهبلي هو بواسطة الخزعة اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة تظهر الخزعة فيما إذا كان الورم حميداً أو خبيثاً وهذه هي الطريقة الأكيدة الوحيدة لتشخيص السرطان المهبلي السرطان من المرحلة الأولى أكثر خطورة وتقدماً من سرطان المرحلة الرابعة اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة السرطان من المرحلة الأولى أقل تقدماً من سرطان من المرحلة الرابعة وهذا يعني عادة بأنه قابل للعلاج أكثر يمكن المشاركة بين الجراحة والمعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية لعلاج السرطان المهبلي اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة يمكن المشاركة بين الجراحة والمعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية لعلاج السرطان المهبلي شكراً لاستخدامكم برنامج X-Plane